موسيقى حيث يهدف الاقتراح إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استقصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية وحماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء وبالتأكيد منع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون وحول هذا الاقتراح الذي وفقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على جواز النظر فيه معنا في الاستيديو سعادة السيد خميس حمد الرميحي عضو مجلس الشورى أحد مقدمي هذا الاقتراح أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم حياكم الله الاقتراح يعني حقيقة ينص على استبدال المادتين نحن حابين نعرف شنو كان المادتين ينصون فيما سبق والآن ما هو التبديل الذي سيطرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أشكركم على هذه الاستضافة والحقيقة طبعا استبدال المادتين في القانون كان على فكرة القانون قديم والمركز كان يعمل في التسعينات بغيالة البروفيسور جورج أبونا والدكتور أحمد الرئيس أحد المقدم الرئيسي لهذا المقترح هو عضو في هذا الفريق واستبدال المادتين طبعا كان هذا المادتين هي القطاع القانوني للمركز الذي سوف ينشأ في حال تم الموافق عليه لما يذهب إلى الحكومة وتعيد إلى مجلس النواب والشورى لإقرار هذا المركز فلذلك استبدال المادتين ضروري حتى يتم إنشاء المركز دون استبدال هاتين المادتين لا يمكن إنشاء مركز بمثل هذا المستوى وهذا الحجم طبعا يتطلب فتوى شرعية من المجلس على الشؤون الإسلامية يتطلب تمويل لم يكن في القانون السابق كانت الدولة هي مسؤولة عن المركز بميزانيته بطاقما المادتين التي تم استبدالهم تجيز للمركز بتلقي الحبات والمساعدات من خارج الحكومة بالإضافة إلى الأموال التي ترصدها الدولة لمثل هذا المركز جميل جدا يعني بتأكيد أي تشريع أو أي تعديل يقام على أي تشريع بالضرورة يخدم المواطنين في المقام الأول ما هي الخدمة التي ستقدم المواطنين إذا ما تم إنشاء هذا المركز برأيك أنا أعتقد وتوافقيني الرأي بأن هدف هذا المقترح هو هدف نبيل جدا يعني إنقاذ حياة إنسان هو أسمى شيء الله سبحانه يقول من أحياها فكأنه ما أحيا الناس جميعا وبالتالي فأن مثل هذا المركز سوف يعيد البسمة لكثير من الناس الذين يعانون من الحقيقة أنه فشل في بعض الأعضاء اليوم لم تعد الزراعة مقتصرة على الكلا بل تعدت إلى ذلك يعني اليوم نغل الأعضاء تتم نغل جزء من الكبد وقرانية ودم وبالتالي لن نتفاجأ إذا جاء خصوصا مع التطور الهائل الذي حدث على الخدمات الطبية في العالم بشكل عام لن نتفاجأ إذا ما كان نجاح عملية لم تكن في السابق مجرد حلم تصبح حقيقة واقع فالحقيقة يعني إذا نظرنا إلى أن العدد الذين يحتاجون إلى نقل هذا الأعضاء في تزايد خصوصا مع نمو الديمقراطي في البحرين وأيضا التطور الحاصل وسلوك القذائي أيضا لا تأثير بالتالي فأصبحت هذا المشروع هو يوفر القطاء لمثل هذه العملات والاحتياجات نعم يعني أنتم برأيكم كمقدمين لهذا المقترح بالتعديل في التشريع الموجود المادتين ماذا لمستم يعني أنا قبل أن نبدأ هذه الحلقة تحدثنا عن الأعضاء الذين قدموا هذا المقترح بالتأكيد لمستم حالات احتاجت إلى نقل الأعضاء ولم تجد متبرع هذه النوع من التشريعات مثل ما نقول تضعنا في قالب واضح ماذا سيكون لنا وعلينا عند إجراء هذا التعديل يعني للعلم بأن هذا المقترح هو قدم في نهاية الفصل التشريع الرابع يمكن على ما أذكر في الدول الرابع من الفصل التشريع الرابع ولسبب ما لم يمر من المجلس بالرغم بأن اللجنة الموقرة التي تنظر في هذا المشروع أو هذا المقترح أحدت برأي المجلس العلالة الشؤون الإسلامية وأعتقد بعد أيضا خصوصا بعد مضي فترة أكثر من سنتين فاللجنة سوف تعيد طلب برأي المجلس العلالة الشؤون الإسلامية لأنه لا يمكن القدوم أو على مثل هذه الخطوة دون أخذ فتوى شرعية لهذا المشروع هذا المشروع مشروع ضخم ويتناول أعضاء كثيرة في الإنسان وأيضا التبرع هل يتم التبرع من قبل أحياء أو في حالات ما يعني تأخذ الأعضاء من متوفين دماغيا كما أشرت وبالتالي فأن هذا المشروع كما أشرت مشروع ضخم جدا ويحتاج إلى موازنة ويحتاج إلى طاقم طبي هناك كوادر في البحرين كوادر مؤهلة حقيقة في هذه العجالة نشيد بمثل هذه الكوادر البحرينية التي أسهمت في السابق وتعلمت من التجارب السابقة في المركز السابق الذي كان في التسعينات وبالتالي فأننا نحن أمام مشروع ليس بالسهل ويحتاج إلى جهود جبارة وكبيرة ودائما خطوة الألف ميل تبدأ بخطة واحدة وطالما أن هناك قطاء قانوني لمثل هذا المركز فأعتقد بأن جميع الأمور سوف تأسير بإذن الله طيب اسمح لي أن أسألك عن ردود الأفعال الصدى عند التقديم بمساءلة بقية الأعضاء في الجواز النظر في هذا التشريح هل كان هناك قبول؟ يعني إذا لاحظتي في التصويت كان هناك قبول واسع من الأعضاء وطبعا طالما أن أعضاء مجلس شورى وعضاء مجلس النواب هم يمثلون شرائح متعددة من المجتمعية فبالتالي فهم يعكسون رأي المجتمع الذي هم فيه فقبول في مجلس شورى كانت القبول بإجمع الأعضاء الحاضرين وإن كان هناك بعض التحفظات من بعض الأعداد بسيطة من الأعضاء ولكن أيضا تحفظاتهم تحفظات إيجابية تصب في الموانع الشرعية نعم في الموانع الشرعية وأعتقد بأن مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تمر دون أخذ رأي الأمور الشرعية ولكن بالتأكيد إذا ما تم الموافقة عليه وتم الإفتاء بجواز هذا التعديل وإقامة هذا المركز الكبير يعني أنا راح أتكلم إياك إذا سمحت لي سعادة العضو مجلس الشورى أن أتحدث معك عن أهمية وجود مثل هذا المركز يعني لا يخفى عن الكثيرين أن هناك حالات كثيرة يتباطئ علاجها لأنه لازم نطرشهم خارج البلد ولازم يكون عندنا ميزانية كبيرة أمور كثيرة راح يتم حلها حدثني أكثر عن أهمية وجود هذا المركز إذا ما قلنا أنه تمت الموافقة عليه وتم جوازا شرعيا أن يقوم هذا المشروع يعني كما أشتت سابقا ثراء أعداد كبيرة والأعداد تتزايد في فشل كلوي فشل كبدي اهتياجات أخرى أيضا تكلفة العلاج وتكلفة العلاج خارج البلد أيضا يعني أنت تعرفين أن على سبيل المثال نقل الكلة يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة إلى ستة شهور في الخارج وفي العزل وبالتالي هذه طالما أنه يتم العزل في بلد خارج البحرين فهذه تكلفة تكلفة كبيرة وليس فما بالك إذا كان العدد كبير يعني اليوم العدد الفشل الكلوي والكبد والأخرى في تزايد حقيقة نمط الحياة ما عاد نمط الحياة كما كان في السابق اليوم إحنا يعني لا ندري ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا يعني فلذلك هذه كلها عوامل يمكن تؤثر في حياة الإنسان وتؤثر على صحة الإنسان أيضا حتى العوامل البيئية لها دور في ذلك فبالتالي فأنه يعني طالما أنه كان هناك أعداد متزايدة خصوصا بأن البحرين نمو السكاني فيها كبير فلذلك يعني أنا أعتقد بأنه يوفر هذا المركز يوفر مبالغ كثيرة على الدولة من ابتعاث المرضى إلى الخارج يعني هناك عائلات كريمة في البحرين مستعدة للتبرع وهي تبرعت في السابق والآن سوف تستبرع أيضا يعني الدول المجاورة قد تكون تحتاج تواجه ضغط أيضا هذه النوع من المراكز يعني تواجه ضغط اسمح لي أن أقطعك سيدي الفضل بالتأكيد عندنا في المملكة العربية السعودية الجارة الشقيقة الكبرى هناك مركز كبير للتبرع أيضا بالأعضاء وهناك حالات كثيرة من زراعات الأعضاء ومحاولة دائما الاستفادة من بعض المتبرعين المتوفين يعني دماغيا أو تمت الوفاة في وقت جدا سريع فنحن دائما مثل ما نقول نمشي على نفس الواجهة اللي مثلا منطقتنا تمشي عليها الحقيقة فريق الإعداد إذا سمحت لي كانوا معاديين لك سؤال يسئلونك عن الأطباء البحرينيين هل هم فعلا مهيئين وجديرين بأن يكونوا في مثل هذا المركز أنا باسمع رأيك يعني ترى في البحرين فيه كوادر طبية مهيئة اليوم يقومون في حالات ولكنها حالات قليلة لأن لا يوجد مركز يعني اليوم في المستشفى السلمانية الطبية في ضاقم لنقل الكلة أيضا حتى القرانية موجودة نعم وبالتالي فأن الكوادر موجودة موجودة والاستعانة أيضا بكوادر وخبرات أجنبية خيار مفتوح خيار مفتوح وأيضا يعني اليوم كل دول خليج هناك تعاون بين الأطباء الزارين عن طريق الأطباء الزارين اليوم حتى كما أشرت على المركز في المملكة العربية السعودية أيضا يواجه ضغوط في بعض الحالات التي لا تحتاج إلى مثلا زراعة أعضاء يتم علاجها في مستشوات البحرين بسبب الضغط الهائل على هذه المراكز أسمح لي أيضا سمحت لي سعادة عضو مجلس الشورى أن إضافة إلى ذلك أن أطباءنا البحرينية تم الاستعانة بهم في المراكز الخارجية الخاصة بنقل الأعضاء في بعض الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية إذن قد تكون البحرين فعلا مهيئة لإقامة مثل هذا المركز الذي تدعون إليه نعم مهيئة وكما أشكر لك أن هناك طباء حاليين وطباء سابقين أيضا يتم الاستفادة من خبراتهم على سبيل المثل للدكتور أحمد ريض هو كان مشارك للدكتور جورج أبونا وهو استشاري كبير في زراعة الأعضاء وبالتالي قد يكون بمساعدة الفريق الطبي الحالي بتقريب الأطباء الحاليين على إجراء مثل هذه العمليات إضافة إلى الكوادر الموجودة في البحرين البحرين لديها سجل طويل في الخدمات الطبية والكوادر الطبية نتكلم عن منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى أربعينيات القرن الماضي فهي تمارس الطب على مستويات عالية وبتعت من قبل الدولة في نجرسة هذه التخصصات جميل جدا أنا أتمنى بالتأكيد كل التوفيق لهذا المقترح الذي بالفعل سيساهم في شفاء العديد من الحالات المتواجدة داخل مملكة البحرين أنا شكرا لك بالتأكيد عضو مدلس الشورى سعادة خميس الرمحي وجودك معي في الاستيديو نحن أيضا سعادة بلقاءكم ومشاهدي تلفزيون البحرين الحقيقة دائما حريصين على متابعة برامجكم شكرا جزيلا شكرا لك بالتأكيد أعزائي بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين نستودعكم الله اشتركوا في القناة